ملفات بالجملة وملفات تقريباً مش تقريباً أكيد كلها كان فيها عوار ومشاكل وأزمات وحاجات ومورصات خطيرة جداً أكيد يعني هرجع تاني القصة بتاكتاعات النشئين دي عشان فيها برضو نقطة عايزة كلمك فيها وهي قضية حصلت يعني وأكيد وصلت لك الحكاية بتاعة نادي بيراميدز ونشئين بيراميدز 2009 ومنع عشر لعيبة من الفريق اللي خاد البطولة إن هم ينضموا المنتخب مصر هل وصل لك المعلومات دي يا تاكابتن؟ موضوع عندي عندك طبعاً إيه الحكاية كابتن عليها؟ عشان بس أنا الحاجة روحيدة اللي خضتني إنه اللعيبة دي المميزة دي ما نضمتش للمنتخب هو دا بس اللي فرق معاك بص أنا جالي أو كلمني أوليه أمر قال للعيبة كذا 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 أنا بتعامل بورقة كريمة أنا ببعث الاستدعى من الاتحاد للنادي بقول له عايز اللعيب الفلان 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 ممتاز تمام؟ معتاصم كلمني قال لكابتن دول معتاصم مفيش حاجة قصلتلي راح بعيتلي جواب من النادي بختم النادي إيه اللي اللعيبة دي موقوفة من النادي أنا مقدرش أخد لعيب موقوفة من النادي فاهمني؟ اللعيبة موقوفة من النادي أنا كده غلط فأول ما جال الجواب إن اللعيبة دي موقوفة خلاص يبقى ممنوع لهم إيه اللعيب منتخب ده لعيب ناشئ مقدرش أنا جيب النادي وقفه واجيبه أه يعني حلوة دي عشان كنت لست أسألك سؤال في المقابل يعني لو لعب في الفريق الأول والنادي وقفه تعصف مثلاً والمدير الفاني المنتخب الأول طلب إن هو يضمه لمصلحة منتخب مصر مش هيقده حصل مواقف زي простده كده بث أنا مش معود الصغير على كده تمام إزاي بقى انتو بتحموا الناشئ ده ممكن يكون النادي بيتعصفar ممكن يكون النادي بيظلمون عشرة عشرة اللعيبة نادي بتعصف مهم عشرة اللعيبة مني بقى اكيد في حاجة أنا ما يخشش في حوار وصدام أنا بخش في حوار واصدام هم يجي في يوم الأيام و هيتصلحوا مع بعض تمام بس ما اعتقدش النادي هستغن عن عاشر لعيبة اول عاشر لعيبة مش عارف ايه او هيروحوا فين ولا انا خارج الموضوع انا بتعامل رسمي انا ببعطلك استدعى من الاتحاد بختم الاتحاد انا عايزك تبقى موجود معايا في الفترة دي عشان انا على الفكرة دي كان اول تجامع لقفين وتسعة ايوة فبالش هادر اعمل اول تجامع وانا اواخد مية لعيب بمشاكل انت واقف اللعيبة خلاص مش شكرا اه بس ايوة مهمة ماشي واخده بطولة يعني ماشي واخده بطولة انا عاصل مصلحي منتخب مصر يعني على عينه على راسي انا برضو حسبتها ان انا انا كده بعدي النادي طب ليه النادي بعيت لرسمي ان اللعيبة دي مقوفة مابيجيش وبتحضرش هل بقى الاتحاد نفسه حق في الامر عشان يعرف بقى اسكان اللعيبة هي ما عرفش انا قريب دخلت لقيت وليه الامر او اتنين قاعدين مع الاستاذ زريد العطار وصبت الحوار ومشيت يعني اه ده ميقف بار اختصاص بي هنا اتحاد دي مش بتاعتي اصلا اه هنا اتحاد انا بالنسبة لي بتعامل رسمي مع الاندية ووعلقت الكويسة بالاندية وبكلم الاندية لو فيه اي مشكلة لعيب الفلانيو وبطمن عليهم كأنا كمدير فن الاتحاد كمان يعني اه طيب لكن ما اجيش انا فاخش ادخل نفسه فيه حوار ماليش يتلازم فيه طيب